اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب نبراس العمل للمرحلة الحالية والقادمة واستنادا إليها سنعمل على زيادة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية بما يعزز من موقع البحرين الريادي بالتنمية والازدهار وأكد سموه التطلع إلى تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلاف القطاعات بالتعاون مع السلطة التشريعية من خلال مواصلة تبني وتطوير التشريعات والقوانين بما يعود بالخير على الجميع جاء ذلك لدى ترأسي سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد في مقر المجلس بخليج البحرين بحضوري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية حيث تم استعراض جهود المجلس المبذولة في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار وخلق الفرص النوعية لصالح المواطنين ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ونوها صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود مجلس التنمية الاقتصادية وما تحقق من نمو ملحوظ في إنشاء المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين لافتن إلى همية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين مؤكدا مواصلة أطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتمكنه من تعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار مشيرا سموه إلى أن ما تحقق وفق ما تم عرضه بالاجتماع يؤكد صواب المسار على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي والتي يتم التطلع إليها كمؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي العام ويجب أن تنعكس على رفع مستويات دخل الأسر البحرينية وخلال الاجتماع استعرض سيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز جهود المجلس لمواصلة تحقيق أهدافه خلال العام 2023 حيث تمكن المجلس من استقطاب استثمارات مباشرة محلية ودولية بقيمة تفوق مليارا وأربعمائة مليون دولار أمريكي تمثلت في 64 مشروعا استثماريا والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال فترة ثلاثة أعوام كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي في العامين 2023-2024 إضافة إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نسبته 2% في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.8% وهو ما يعكس استمرارية القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة ترجمة نانسي قنقر